لا شيء يبعث على التفاؤل في الشارع العراقي بعد قانون الانتخابات الجديد فمنفذ هذا المشروع هو نفسه أساس بلاء العراقيين ومأساتهم المهيمنون على المشهد السياسي من كتل وأحزاب لن يقدموا على أي خطوة تضر بمصالحهم وتخفف من سطوتهم كل ما في الأمر أن الأحزاب قالت لمرشحها لا تدخل البرلمان من باب واحد بل ادخلوه من أبواب متفرقة لصحيفة نيويورك تايمز قراءة لهذا المشهد فتقول إن قانون الانتخابات الجديد بالعراق سيعزز سلطة الأحزاب الحاكمة مستغلة الترشيح الفردي توضح الصحيفة هذه القراءة معتبرة أن ما قد يحصل ببساطة هو أن الأحزاب سترسل ممثلين عنها ليدخلوا الانتخابات كأفراد في مناطق العراق منفقين بذلك أموالا ووسائل دعم مطلوبة أخرى لحملتهم الكتل البرلمانية ببساطة ستعيد تكتلها من جديد حال انتهاء الانتخابات وعندها ستعود الأمور إلى ما هو عليه في الوضع الراهن ويأخذ على قانون الانتخابات الجديد أنه سيحرم سكان مناطق بعينها من حق التصويت فبحسب نيويورك تايمز فإنه من غير الواضح كم سيكون عدد الناس في كل منطقة ولم يجري أي إحصاء سكاني حقيقي منذ عقدين تقريبا ولهذا ليس هناك من يعرف حقيقة كم يبلغ تعداد من يعيشون في كل منطقة محددة كما أن قانون الانتخابات الجديد سيؤجل عملية إجراء انتخابات مبكرة لأنها تتطلب الكثير من الإجراءات على الأرض مثل التقسيمات الإدارية للأقضية وسجلات المواطنين ودوائرهم يدرك العراقيون أن المنظومة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما لن تفصل قانونا إلا على مقاس الأحزاب والكتل ومن قتل وجرح آلاف المتظاهرين حبا بالسلطة وتمسكا بها لن يتنازل عنها من تلقاء نفسه